اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحنا مش عارفين ومش مقتنعين خالص انها ممكن تكون غلط وده اسوأ ما فيها الغلط اللي بنعمله واحنا مش عارفين انه غلط بداية هنبدأ بشكل عام في موضوع مشكلة التعميم وهي المشكلة اللي بتعاني منها اغلب ان ما كانش كل الشعوب العربية لان التعميم جزء من ثقافتنا والتعميم معناه ببساطة تطبيق نفس الحكم او الرأي او وجهة النظر على كل الناس دون النظر لاختلاف كل حالة عن التانية وتعالوا نتعرف على انواع واشكال التعميم خلونا نبدأ باختارها على الاطلاق وهو اطلاق الاحكام والفتاوى الدينية ودي كارسة الكوارث لان ببساطة مفيش حكم او فتوى يصلح لحالتين لان طبعا كل حالة انسانية في الدنيا وليها خصوصيتها وتعالوا نفتكر مع بعض موضوع كانت تراحته الاعلامية الشهيرة هلا سرحان من فترة كبيرة وهو موضوع رضاعة الكبير والموضوع ده وقتها سبب مشاكل كبيرة جدا كانت قربت توصل لفتنة طائفية بجد وده يجرني لنقطة مهمة جدا ان عامل الزمن بيفرق جدا في الفتوى هيطلع لي شخص ما يقول لي ده دين حضرتك يعني احكام سابتة وما فيهوش الكلام ده حب ارود عليه بكل بساطة وقول له ما كانش بقى فيه مزاهب اربعة بتختلف في كتير من الاحكام فيما بينها حتى من غير اختلاف العصر يعني المزاهب الاربعة ممكن تختلف في رأيها في نفس الحالة اصلا وده شيء صح جدا موضوع الفتاوى الدينية هيكون له جزء مهمة جدا في الحلقة بس لما ندخل في العنق شوية ندخل بقى في الحالة التانية وهي الفتاوى الصحية واللي بلا استثناء كلنا كعرب بنشترك فيها وبالاخص استتات طبعا محدش مننا ما سمعش الست الوالدة وهي بتتكلم في التليفون مع واحدة صاحبتها وبتقول لها ألوو ايا حبيبتش اه يبقى كده بيسنن او لا يا بيت ده كده عنده مغس اجي له كذا او كذا او كذا واحيانا اقلي بيه على بطنه او اعملي في كذا او كذا اهم حاجة في الفتاوي دي انها بتتم بالتليفون يعني لست الوالدة لا بتكون شايفات ولا بتكون عارفة حالته ايه اصلا ومعظم الفتاوي الصحية دي بتكون خاصة بالاطفال الردع اللي لا حولة ليهم ولا قوة وعادي بنجرب فيهم بدعوة الخبرة او طبعا نصيح الادوية ولي دايما بتبدأ بالجملة الشهيرة خدوا على مسؤوليت يعني نجربوا ودي للأسف بنعتبرها كعرب خبرة وحاجة محترمة جدا وطبعا بما اننا لسه موصلناش لجزء الامثال لكن عندنا مثل فاشل بيدعم الكارثة دي وهو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب وهنا بقى هحكلكوا تجربة شخصية حصلت معي انا وهي ان بنتي كان عندها ثلاث شهور يعني طفلة رضيعة وفجأة حصل لها اعراض زي اللي بتحصل لأي طفل في العمر ده زي الاسهال والترجيع والسخنية والكلام ده كل وفجأة ظهرت لي واحدة المفروض انها مربية اجيال وعندها خبرة كبيرة جدا في تربية الاطفال ونصحتني نصيحة كارثية وهي انها قالتلي هاتي كل حاجة بتتشرب زي الشاي والينسون والنعناع والقراوية وا 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 واعمل كل ده خلطة صحرية كده وحطها في البيبرونة واديها لها وانا طبعا عشان ما كانش عندي خبرة وانا انا اول تجربة ليا في الامومة قررت اسمع كلامها وعملت اللي قالته لي بالحرف والنتيجة ان بعد يومين بالضبط بنتي كانت في العناية المركزة لان الكلة وقفت وحصل لها مصايب وهنا بقى عايز اقول ان الغلط مش على اللي بيفتيه الغلط على اللي بيسمع شكل تاني من اشكال التعميم وهو تعميم السمعة والمعروف بالانجليزي ستريو تايب فيعني ايه ستريو تايب؟ ببساطة هي فكرة الاحكام المسبقة على الناس نتيجة كونهم من بلد معينة بيشتغلوا شغلانة معينة من ديانة مختلفة او اي حاجة شبه كده فمثلا احنا كمصريين دايما بنقول ان الدماء يتبخل انا معرفش ده بناء على ايه وهل الشخص اللي بيقول كده عمره اصلا قابل دمياتي في حياته؟ بس هو تربه وكبر على ان الناس بتقول كده فبقت دي الحقيقة المسلم بها بالنسبة له او زي مثلا صمعة موظف الحكومة اللي بيتعامل مع الجمهور على انه مثلا مرتشي او زي صمعة مدام عنايات بتاعة الدور الرابع اللي كل ما نروح لها نلايها بتقوّر الكوزة مع ان الحالات الايجابية دايما بتكون اكتر بكتير من السلبية خلوني افكركم بحاجة كانت منتشرة في السبعينات والثمانينات وشوية في التسعينات وهي فكرة النقط اللي بتبدأ بالجملة الشهيرة مرة واحد سعيدي والجملة دي دايما كان بتحسسك او كان بتمهدلك ان الشخص بطل النقطة شخص غبي وطبعا دلوقتي بدأنا نفهم ان ده اسمه تنمر بس الكلمة دي وقتها ما كانتش منتشر قوي او كان في حد يعرفها وكانت النقطة دي بتمثل شكل من اشكال التمييز العنصري اللي في غاية الخطورة وعايز اقولكم ان اغلب سكان محافظة برق قاهرة مش بيحبوا القاهريين بسبب الكلام ده والنظرة العنصرية اللي دايما فيها تمييز وده كلام لازم نواجه نفسنا به اوصل بيكم لربع شكل من اشكال التعميم واللي انا بعتبره اهمهم حتى لو ما كانش اخترهم زي ما قلت على موضوع تعميم الفتاوي لانه للأسف بيمثل استقافة العامة لشعوبنا وجزء كبير من المبادئ اللي بتشكل حياتنا وهو الامثال الشعبية والشكل الرابع هو اللي هيدخلني معاكم في موضوع الحلقة بس في البداية احب اوضح ان الامثال دي ما هي الاقوال اتقالت من شخص في ظرفه معين وهي اما بتمثل ملخص قصة او رأي الشخص نفسه واللي ممكن جدا يكون غلط وخلوني اقدم مثال بالشكل الاول الامثال اللي بتمثل ملخص قصة ونبدأ بالمثال اللي بيقول اللي اختشه ميته وهو اتقال لما حصلت حريقة في حمام شعبي للستات والستات اللي خافت تخرج وهي مش لبسة ميتت في الحريقة وللاسف وبعيدا عن كون فكرة الامثال والتدليل بيها هي غلط في حد ذاتها فكمان احنا في حالات كتير مش بنكون عارفين او فاهمين معنى المثل الاصلي زي مثلا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع وخلوني اقولكو هنا ان الجامع مش مقصود بي خالص المسجد مقصود بي جامع الدرائب اللي كان بيعدي على البيوت زمان وياخد منها الدرائب وعلى فكرة في مثل بيكمل المثل ده وهو بركة يا جامع وده كان بيتقال لما جامع الدرائب بيتأخر او ما بيروحش يلم الدرائب نوصل بقى للمثل الكارسي واللي اتعملت الحلقة دي كلها علشانه المثل ده يتقلب فيه كتب مش يتعمل عليه حلقة واحدة بس لانه بيمثل اخطر مفهوم في عقلية اغلب الشعوب العربية والشعب المصري بشكل كبير وهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش المثل اللي بيمثل كل مشاكلنا مع الاخر مشاكلنا مع العلم احيانا سرع الاجيال بين الاهالي والابناء لدرجة انه بيمثل احيانا ارهاب وقتل وزي ما هشرح وبامثلة حصلت من واقع الحياة كل ده من الخمس كلمات دول في البداية بس عايزة اسأل سؤال لكل اللي بيتتبع المثل ده ما اللي انت تعرفه في كل نواحي الحياة غير اللي غيرك يعرفه وغيرك ده عايش معاك في نفس البلد واحيانا ممكن يكون جارك في الشقة اللي قدامك فليه انت تفترض ان اللي انت تعرفه احسن والعكس ليه هو يفترض ان اللي هو عارفه احسن ومكيس احسن ده معنى ايه؟ هل معنى احسن بشكل عام؟ ولا احسن ليك انت بس؟ وحتى لو كان احسن ليك انت بس هو مين اصلا اللي قال كده وهل هو احسن لمجرد اننا عارفينه فنبقى بامان والامان ده ممكن يخسرنا فرص في حياتنا ممكن جدا نندم عليها بعد كده وخصوصا طبعا في مجال العمل انا عايز اي حد فيكم يجرب تجربة مع صحابه ويعرض عليهم ان هم يجربوا مطعم جديد يكونوا مجربهوش قبل كده مثلا صيني هندي ياباني اي مطعم جديد وانا اكدلك انك هتسمع حاجة من الحاجات اللي انا هقولك عليها دي اولا هتسمع لاي عم بلاش اكلهم بيوجع البطن او لاي عم ده بيأكلوا دفاضع وتعابين وصراصير وحاجات من ذي مع انه ممكن يكون بيأكل كبدة واسجق من على العربية وقفة في الشارع ومش لازم اكمل او مثلا تجربة تانية اعرض على واحد صحبك ما بيشوفش غير الافلام المصري وبس انه هو يشوف فيلم تاني زي مثلا فيلم كوري او هندي او سيني ايا كان هتلاقيه بيسر عنه يتفرج على الفيلم المصري حتى لو شفه مئة مرة وحفظه اهم حاجة اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش وانا طبعا بدي كده الموضوع بداية خفيفة في الاول لان الموضوع بجد كارسي وخلوني ابدأ معاكم بواحدة من النقط اللي انا قلتها وهي فكرة صراع الاجيال وعقلية الاهالي المتحجرة واللي وقفة عند اللي هم عارفينه وبس وهنا عايز احكي لكم تجربة شخصية حصلت مع والدي وقتها كان فيه شهادة بريطانية بتتاخد ومعترف بيها من كل الجماعات المصرية وكان وقتها اسمها جي سي اي واللي دلوقتي اتطورته باسمها اي جي ساعتها والدي عرض على جدي ان ياخدها بس جدي رفض لانه كان ساعتها ما يعرفش عنها حاجة وماسمعش عنها وكان لوالدي اصدقاء اهليهم سموا عنها وعرفوه وخدوها ووالدي ساعتها خضع لكلام جدي وكمل في السنوية العامة مع ان زميله كانوا سبقوه وخلص دخلوا الجماع بعدها فترة عامي عرض على جدي انه ياخدها بس ساعتها كانت انتشرت والناس كلها عرفت بيها وكانت دخلت في اطار اللي جدي يعرفه مع انه وقت ما كان والدي طلبها منه كان يقدر يتأكد او يسأل او يعرف بنفسه وهو ده صراع الاجيال بين الاهالي والابناء للأسف الاهالي مش بتسك في كلام اولادها واللي هم بالتأكيد عارفين دنيتهم اكتر لكن طبعا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش هكمل معاكم شوية في موضوع التعليم وان في حاجة اسمها احتياجات السوق وان الدراسة لازم ترتبط بايه الوظائف اللي السوق عايزها الاهالي مازالوا عايشين في اطار طب وهندسة ومش عارفين ان الزمن اتغير وان فيه تخصصات بقى ليه احتياج كبير زي مثلا الجرافيك ديزاين او الجيناتكس او السايكوليجي وهنا بقى كان فيه حوار كبير ما بين بنته وامها لما قالت لها يا ماما انا عايزة ادرس سايكوليجي ايه؟ سايكوليجي؟ يعني ايه؟ وايه اللي انت عايزة تتريسيدها؟ وبنستفد منه بايه يعني؟ وهنا بقى بيرجعنا لنفس المنطق اللي ممكن تشوفه في فيلم من الاربعنات من القرن اللي فات في مصرحية شاهد ما شابش حاجة قال سرحان عبد البصير او عاد الامام اللي جسد دوره قال كلمة في منتهى الخطورة وساعتها كانت قفية مهمة جدا في العرض وهي وخلوني اربطها لكم بالمثل اللي بنتكلم عليه وبأخطر حدستين حصلوا في مصر بناء عن الكلمة دي بس في البداية هو يعني ايه اصلا قالولو؟ قالولو معناها ان في ناس اهل ثقة من اللي احنا عارفينهم قالولنا معلومة واحنا بدون تفكير طالما انهم اهل ثقة يعني هناخد كلامهم على انه مسلم به واحيانا زي ما احكي لكم بناخده على انه دستور او منهج حياة او شريعة احيانا ثقاتنا في اللي نعرفه والمرة دي اللي نعرفه بتكون لاشخاص مش لمعلومة لدرجة التقديس فبنعتبر كلامهم وحي ماينفعش نرجع وراه وده بيحصل في كافة نواحي الحياة لكن هخص هنا طبعا الجانب الدين لان قالولو هنا بتكون كارثة بمعنى الكلمة وخلوني احكي لكم على اشهر حادستين قالولو حصلوا في مصر الاولى كانت محاولة اختيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ والتانية اختيال الكاتب والمفكر فرق فودا واللي اتنين تموا تحت كلمة قالولو وخلونا نبدأ بمحاولة اختيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ واللي تمت بالفعل لكن هو ما ماتش في يوم 14 اكتوبر 1995 اتعرض نجيب محفوظ للطعم بسكينة فرقابته وكانت على ايد شابين وعايزة بس اقول حاجة صغيرة واحد من الشابين دول ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب والسبب كان ببساطة ان الشابين دول اتقلهم انه كافر وخارج عن الملة والسبب كان رواية اولات حرتنا وطبعا بسبب الثقة المتنهية في الناس اللي قالت لهم اهل الثقة يعني واللي كلامهم واجب التصديق وطبعا عدم معرفة الشابين بالرواية ويمكن بنجيب محفوظ نفسه حاولوا يختالوا انسان حتى بغض النظر عن مكانته والغريب ان الرواية كانت مكتوبة من 1950 يعني قبلها ب45 سنة اتنشرت في الاول قمقالات مسلسلة في الاهرام لكن وقتها اتوقفت وتمنعت وبعدها بتمن سنين عارف ينشرها في لبنان والموضوع مات من وقتها لحد ما حصل نجيب محفوظ على جائزة نابل سنة 1988 ورجع مرة تانية اسم الرواية يتردد وطبعا الاتنين اللي قاموا بمحاولة الاختيال هم من الشباب بسيط الثقافة واللي علاقته بالأدب علاقة منعدمة فهنا كان اللي ما نعرفوش حرام لاننا سمعنا انه حرام باختصار قالولو نيجي بقى لمحاولة الاختيال التانية واللي فعلا نجحت وهي اختيال الكاتب الكبير فارق فودا وكانت في 8 يونيو 1992 والمرة دي كان السبب منظرة نظامتها الهيئة العامة لأثور الثقافة ضمن فعاليات معرض الكتاب في 8 يناير 1992 وكان عنوانها هو الدولة الدينية والدولة العلمانية وكانت بينه وبين الشيخ الغزالي ومأمون الهديبي مرشد الإخوان في الوقت ده ودكتور محمد عمار وبعدها بخمس شهور بالضبط قام شابين من أحد الجماعات بإطلاق النار عليه وبرده كانت بسبب كتبه واللي ما قرهوش لا اللي اختلوه ولا اللي بعتوه زي بالضبط كده ما حصل مع نجيب محفوظ وبرده كانت كلمة السر قالولو وبالمناسبة شخصية فارق فودا ومحاولة اختياله تم تجسدها في فيلم الإرهابي سنة 1994 وكان تأليف لنين الرملي وإخراج نادر جلالها وجسدها الفنان محمد الدفروي لكن بأسامي وتفاصيل مختلفة وطبعا وزي ما قلت في نص الحلقة إن الموضوع ده يتكتب فيه كتب وممكن نعمله في حلقات لكن بيتهيق لي إنكم وصلت لكم الفكرة طب في النهاية إحنا عايزين نقولي عايزين نقول في حلقتنا اللي اتقسمت لموضعين الأول هو فكرة التعميم والأحكام المعلبة والتاني هو فكرة إن الحاجة اللي ما نعرفهاش دايماً بتكون غلط لدرجة الوصول للتكفير والقتل حل المشكلتين في جملة واحدة بس وهي ما تسيبش حد يفكر لك ما تسيبش في حد أي إن كان لدرجة التقديس خلي دايماً رأيك من دماغك وما تحرمش نفسك من حقها في المعرفة والاختيار بس يكون مبني على دراسة وما تحكمش أبداً على شيء من غير ما تعرفه كويس وإذا كنت مش عارف أو مش قاعدر تدرسه فخليك محايد فرص المعرفة الأيام دي كتير جداً وفي حاجة قال هالي معدل برنامج حاب أقولها لكم إن كان زمان في عالم وكاتب شهير أغلب الأجيال السابقة صدقت كل المعلومات اللي كان بيقولها في برامجه وكتبه بس دلوقتي وفي عصر المعلومات الرهيب اللي إحنا فيه اكتشفنا قد إيه كان بيتحك عليهم وقتها شكراً لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة